سلطت وكالة الاسوشيوت دي بريس الضوءة على الوضع السياسي الحالي في العراق مع استمرار رفض نتائج الانتخابات من قبل جماهير الإطار التنسيقي حيث أكدت أن هذا الانقسام يدفع بالبلاد لحالة من عدم اليقين والأزمات السياسية وأشر تقرير للوكالة إلى أن نتائج الانتخابات كشفت عن الانقسامات السياسية الخطيرة بين الفصائل الشيعية مبينا أن المواجهة السياسية باتت تزيد من التوترات فيما بينها والتي يمكن أن تنعكس في الشارع وتهدد الاستقرار النسبي الجديد للعراق وأضف التقرير أن رد فعل الشارع متعدد الطبقات وعلى نطاق واسع ضد عجز أحزاب الحرس القديم عن توفير المنافع والحكم فيما تطرق إلى غاية الاحتجاج الحالية أمام الخضراء حيث وصفها بمحاولة للضغط على الصدر لضمان وجود الكتل الخاسرة في الحكومة المقبلة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر